بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيدة باللقائي معكم من جديد متابعية الأوفية وصفتنا اليوم طاجين لديد وصحي طاجين لحم بالبسباس أي الشمر مع طريقة إعداد بسيطة ووضحة نبدأ على بركة الله كل مكوناتنا جاهزة والمكون الأساسي في وصفة اليوم هو البسباس اللي تكون على هذا الشكل تتميز برائحة زكية وطيبة تتميز برأس اللي تكون اللون ديله أبيض سيقان خضراء كذلك أوراق خضراء تكون طويلة غي قطعتها هنا خليتكم جزء بس تشوفوه معايا فلتنظيف حبة البسباس فيمكن لنا نضفوها فقط بالماء أو لا نزيلوا هذا الجزء اللي تكون خارجي لأنه تكون معرض للعوامل الخارجية ونستعمله مثلا كمطيب أو منكيه لبعض الوصفات أو كمغلى نزيلوا كذلك جزء القاعدة فقط القليل نرأكم للبسباس فاختاروا وحدات لتكون صغيرة أو متوسطة أي تكون فتية كيف ما أشرت سابقا فجميع أجزاء البسباس صالحة للأكل فوائد البسباس فهي عاددة وجيدة للصحة تنسحكم تستفيدوا منه استعملت في هذه الوصفة ثلاث وحدات متوسطة الحجم خطعناه الآن إلى أنصف هذا هو الشكل دياله من الداخل لذي ميز كذلك نبات الشمر بأن الطعم دياله تكون حلو والرائحة دياله تكون زكية ورائعة طيبة سنقسم نصف حبة البسباس إلى أثلاث يمكن لكم تقطعها كذلك إلى أنصف أو إلى قطع أصغر حصلنا على أشكال بهذا الحجم كيف ما تتلاحظوا معايا ونستمر في تقطيع باقي الوحدات من في الطريقة لتنظيف البسباس سبق وحضرت إنا به ماء مع القليل من الخل هذا لتنظيف وتعقيم قطع البسباس جيداً سننتركوها بهذا الماء مدة 5 إلى 10 دقائق بإناء سنحضر التسبيل سنضع به نصف ملعقة طعام من الزنجبيل أي سكينجبيل ونصف ملعقة طعام من الكركم الخركم وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود البزار يمكن لكم تعدلوا في الكمية ملعقة صغيرة من الملح كذلك يمكن لكم تعدلوا في كمية الملح ونقوم بهرس أربعة فصوص من التوم يمكن لكم كذلك تقطعوها فقط بالسكين القطع الصغيرة أو تدقوها بالمهراز طبقنا اليوم هو من أرواع الأطباق لذيذ وصحي نضيف الآن 80 مليلي لتر من الماء أي ما يعادل نصف كأس العنباء أو ثلث الكوب نخلط التسبيل جيداً حتى الجنس بعد ما حضرنا التسبيل قمت بشطف قطع البسباس جيداً بالماء سنضيف عليها 150 جرام من البازيلة أي جلبانة كذلك نصف كمية التسبيل بهذه الطريقة تنحصل على خضر اللي هي متبلة وتتعطينا وحد نتيجة رائعة طاجين لديد وبنين تسبيلها على قطع الخضر بالنسبة للتسبيل المتبقية سنتبل بها 1 كيلو جرام من اللحم لحم البقر لكن يمكنكم تعاوضوا بأي نوع من اللحم الحمراء أو الدواجين كالدجاج مثلاً نتبلوا قطع اللحم جيداً من المفضل تركها مدة نصف ساعة تتبع بالتسبيل سنتزل الآن لتحضير الطاجين بأني الطاجين اللي تكون متوسطة وعلى النار هادئة إلى متوسطة سنوضع مقدار 4 ملاعق طعام أي 4 ملاعق كبار من خالف زيت نباتية وزيت الزيتون سنقلي اللحم من الجهتين كيفما لحظتم معي فطريقة التحضير فهي بسيطة وسيطة سنوضع كل قطع اللحم بالطاجين بعد مرور حوالي الدقيقتين سنقلبوا قطع اللحم إلى الجهة الأخرى سنقلبوا اللحم مزيان ومباشرة سنقلبوا بصل ستكون متوسطة قطعتها المكعبات صغيرة وحب الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة سنوضعها فوق طبقة البصل لما عندوش آنية الطاجين فيمكن يحضر هاد الوصفة بطنجرة القليل من البقدونس المفروم ويمكن لكم كذلك تستعملوا أوراق البسباس أي الشبت كذلك تستفضوا منها ربوح حبة ليمون مخلل أي الحامض مصير مقطعه مكعبات صغيرة سيعطينا طعم رائع ستتناسب مع البسباس مقطعه مكعبات صغيرة كيف تلاحظوا معايا لما عندوش حامض مصير فيمكن ليستعمل مبشور حبة ليمون حامض فقط طبقة الصفاء ستعطينا نفس النتيجة سنقوم الآن برس قطع البسباس طريقة التشكيل والتزيين فتتبقى حسب الرغبة مدة طهو الطاجين فتختلف حسب نوعية وجودة اللحم سنوضع جلبانا بالأعلى نصف الكمية تقريبا سنوضع باقي قطع البسباس بالأعلى بهذه الطريقة فوق البازيلة ثم سنوضع جلبانا لمتبقية عندي مدة الطهو تقريبا من ساعة الى ساعة ونصف على نار هادئة إلا تشكل لكم مرق فيمكن لكم توضعوا ملعقة بهذه الطريقة حتى يتقلص المرق ويمكن لكم تزيلها يطهى معنا مدة ساعة الى ساعة ونصف كما أشرت سابقا على نار هادئة طاجين اللحم بالبسباس اللذيذ والشهي جاهز بصحة وراحة إلا أعجبتكم الوصفة اليوم لا تنساوش الضغطة على زر الإعجاب المشاركة والاشتراك مرحبا باستفساراتكم ومرحبا باقتراحاتكم ضمتم لنا أوفياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته